السلام عليكم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من قلوم كاملين النهاردة هنتكلم عن سرقة القرن ما تقدرش تسميها حاجة تانية غير انها سرقة لما اللي ما بيملكش بيدي للي ما يستحقش مرة تانية من لا يملك يعطي لمن لا يستحق أرض فلسطين وفوق البيعة كمان بيطالبنا ترامب ان احنا نعتذر عن موقفنا كدول عربية وشعوب اسلامية سنة 1948 وبيأكدوا على ان القدس عاصمة لدولة اسمها الدولة اليهودية وبيأكدوا ان الكلام ده اللي بيقولوا نتانياهو ان ده مشكور عندهم في التلمود وانهم بيشكروا ترامب على جهوده من اجل السلام السؤال هنا هي من امتى ارض فلسطين كانت ملكة غير الفلسطينيين هي من امتى وارض فلسطين كانت حاجة تانية غير انها ارض الشعب الفلسطيني الشعب العربي الفلسطيني بمقدساتها الاسلامية والمسيحية مين اللي قال ان احنا اللي لازم نعتذر عن 1948 ما تيجو نرجع بالتاريخ شوية ونشوف فلسطين قبل 48 كانت ايه وكان مين اللي عايش فيها كان اللي عايش فيها ابن القتس وابن رمالة كان اللي عايش فيها ابن عكة وابن صفد كان اللي عايش فيها ابن غزة وابن الخليل كانوا الفلسطينيين هم اللي عايشين فيها كل الفلسطينيين بكل دياناتهم وانتمائتهم بجزرهم اللي موجودة في ارضهم عبر التاريخ مين اللي قال ان الفلسطيني هو اللي جاعتده في 48 عايزين نسأل عايزين نعرف عايزين نتنياهو الفاشل وترامب اللي افشل منه اللي بيتجروا بموضوع فلسطيني علشان انتخاباتهم واحد عايز ياخد اصوات في امريكا والتاني عايز ياخد اصوات في الكيان الاسرائيلي عموما عموما الموقف المغزي مبارح من الحكام العرب اللي بعتوا سفراءهم نتكلم عن ثلاثة احفظوا الاسامي كويس احفظوا اسم دولة الامارات العربية المتحدة وسفرها ومملكة البحرين وسفرها وسلطنة عمان وسفرتها التلاتة اللي كانوا موجودين وكانوا بيسقفلهم مبارح وهم بيوافقوا على اتفاقية الزل والعار اللي تخصهم وتلزمهم هم ولا تلزمنا ولا تخصنا ولا تلزمنا بشيء الارض العربية في فلسطين من رفح حتى الناقورة هي أرض عربية خالصة وبالمعنى العقائدي هي وقف للمسلمين وبالمعنى المقدس في القدس الشريف قدس المسلمين وبيت لحم مقدسة عند أهلنا المسيحيين احفر تحت طرابها واحفر تحت أحجرها وتحت جبال النار فيها علشان يمكن تحاول تلاقي حاجة تربطها أو تربط بينها وبين الصهينا مش هتلاقي مش هتلاقي فيها غير غير عظمنا وغير أحلامنا وغير دمانا مش هتلاقي غير جزرنا اللي مزروعة في أرض فلسطين ولا هتتشال بكلام ترامب ولا هتتشال بأماني نتانياهو لأول مرة أمريكا مزلولة ماشي وراء إسرائيل على نفس الخطوة الإسرائيليين بيحضروا الخطة والأمريكان بيعلنوها ومتخيلين إن إحنا العرب ولا المسلمين ولا شعوب العالم الحرة مختلين ومتخلفين وحنيجي نقول آه صح موافقين لا يا سيدي أبدا ممكن نقول لهم ببساطة ما بين راكع وساجد وما بين تافه وضيع كلب بيخدم في سيده يؤمر كلبه يطيع اركب يا ترامب أكتر وازعق سوء القطيع وانده على الكل يبصم يبصم أيها الجميع أو حتكون النهاية لعروش الجربيع خدام صهيون وحلمه بيزل تهون تبيع الأرض ودن حتى وتبوس رجل الجميع لجل الدوم الكراسي تسمع تقبل تطيع للترامب وأي غاصب خدام حلم الوضيع صفقة وفاحة رحتها صهيوني وكان فاكرنا زي بواء القطيع لكن هيهاتي وافق حتى الطفل الرضيع نركع أو يوم نوافق ونقول ممكن نبيع عايزين القدس تفنى لكن ناس الجميع خدام صهيون وحلمه والخاين والوضيع نسيين ملايين وصنبة مش ممكن يوم تبيع دنها بيمنحها قوة ينصرها على القطيع والحق فصوتها صامد زي السد المنيع رغم ترامب ورغم ديولو ورغم صهينا كتير وسطينا لسه صلاح الدين برسنا ولسه شهيد الحق هدينا ولسه طراب القدس هوانة ولسه أدان الأقصى حمينة من التفكير لمجرد لحظة لحظة نخون ونبيع أراضينا ولا نقول على الصفعة دي صفقة ونعمل إرد وهتلي عجينا لسه ومهما يصير حنكمل لسه ومهما حيحصل فينا حتى ولو بحجارا حارب وتفضل علي ريات في أدينا لسه القدس شرف أمتنا ورب الحق بنوره هدينا رغم ترامب ورغم كلابه ورغم صهينا كتير وسطينا لسه لينا القدس هتفضل راية وفلسطين الغالية عينينا بلغوا الكلام لكل من يهم الأمر تقدر تاخد قرارات تقدر تكتب ورق